موسيقى أعلنت وزارة داخلية بحكومة الانقاذ الوطني أن 345 شخصا توفوا في حوادث مرورية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ووضحت الوزارة في أحصائية للحوادث المرورية والإرادات المالية لشهر يناير وفبراير الماضيين نشرتها عبر موقعها الرسمي أن 600 شخص وشخصا أصيبوا في هذه الحوادث من إجمالي 721 حادث سير كما أشارت أحصائية وزارة داخلية في حكومة الانقاذ إلى أن قيمة الخسائر قدرت بنحو 3 ملايين دينار ليبيا 345 قتيلا حصيلت ضحايا الحوادث المرورية على مستوى ليبيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حوادث تسببت أيضا حسب إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية بحكومة الانقاذ في إصابة أكثر من 600 شخص بشروح متفاوتة الخطورة حصيلة شهر فبراير من موفيات حوادث السير أوقعت أكثر من 200 قتيل و 330 جريحا كانت مدينة طرابلس في صدارة هذه الأرقام حيث سجلت 23 حادثا راح ضحيتها 26 قتيل تلتها كل من سهل الشفار التي شهدت مقتل 13 شخصا في ثمانية حوادث مرورية متفرقة وإجدابير التي سجلت عدد القتلى نفسه لكن من أربعة حوادث مرورية فقط أعداد قتل حوادث السير تساوت في كل من سبها ومصراتا وطبرق والمالج بتسعة أشخاص فيما رح ضحيتها بمدينة بنغازي ثمانية قتلى وأشارت الإحصائية أيضا إلى أن 15 مدينة سلمت من الحوادث المرورية خلال شهر فبراير ومنها مدن درنا وسبراتا وسرط وغات وأوبالي وغدامس أرقام حوادث المرور التي سجلتها داخلية حكومة الإنقاذ في 51 قسم مروريا وصفت بالمفزعة وتباينت الأراء حول أسبابها بينما اعتبر أن السياق المتهور للبعض تسببت في هذه الحوادث ومن أرجعها إلى سوء البنية التحتية ناقشة الخبر وبعده مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس العقيدة بقسم مرور طرابلس فتحي أشريف وعبر الهاتف من مصرطة مدير أمن مصرطة مصطفى رحيل وعبر الهاتف من سبهة رئيس قسم التحقيقات بمرور سبهة محمود سلطان أبدأ معك سيدة شريف كيف تقرأ مديرية أمن طرابلس هذه الإحصائية؟ طيب إذن الآن معنا سيدة رحيل سيدة رحيل كيف تعالق على المعدل المسجل لوفيات الحوادث المررية خلال شهرين فقط؟ الحقيقة كما جاء في معظمتكم أن الرقم مفزع ومخيف جدا جدا الرقم راحب ضحيته عندات كبيرة منها رواح المواطنين حرب باردة أسبابها السمو الأول هو القيادة الجنودية السرعة بالقيادة والتهور بالقيادة بالإضافة إلى البنية التحتية السيئة جدا جدا لتحتفل لبعض الطرق بعض الحوادثة الطرق مثلا في حفرة في منطفة الطريق والله في جانب الطريق كل واحد بمتعدل هذه الحفرة تلتقى السيارات مع السرعة الجنوية التي قلتها سيارات حديثة أمور هي للسرعة وسرعة كبيرة جدا جدا بالإضافة إلى عام الآخر وهو عام السيارات المسكرات كان له دور سبب في بعض الحوادثة السيارة طيب سيد سلطان أولا كيف انعكس ازدياد عدد السكان والسيارات داخل سبهة على هذه النسبة المفزعة سيد سلطان إذا كنت في الاستباع طيب أنا أسألك الآن سيد سلطان إذا كنت في الاستماع كيف انعكس ازدياد عدد السكان والسيارات داخل سبهة على هذه النسبة المفزعة والله هذه المفزعة أتمنى من السيارات المركبات الآلية تباع الانتباع واتباع طواعد السرعة للطاعة العامة حيث من كثرة الازدحان في البلدات وترب من كوية بلد تحتية لا توجد بلد تحتية في مجلس بلد سبهة وكثير من التنور والسيارات المعتمة ومن نورة لكثرة الازدحان ومع ذلك عدم تفعيل القضاء عدم تفعيل القضاء حتى انتمكنوا من اتخاذ الازراءات على حال القضاء والزرائم على زيادة اختصاص طيب سيد رحيل كيف إذا تفسر هذه الأرقام في مصراتة وحدها بلغت عدد الحوادث المرؤية المسجلة أرقاما نتج عنها ثمانية قتلى على الأقل سيد رحيل سيد رحيل إذا كنت معنا طيب سيد رحيل أسألك كيف تفسر هذه الأرقام في مصراتة يعني أرقام مفزعة لربما للحوادث المرورية المسجلة اكتباب كبير جدا بالسيارات مدينة مصراتة نتيجة برد في القدنة الغير آمنة والقادمين منها اللي كانوا في مدينة مصراتة أسباب كثيرة جدا بحقيقة كان يحضر في ارتفاع هذه الحياونات محايا ولكن الشيء يظل الرئيسي هو التهور والسعى الجرورية كانت تسيرة طيب سيد سلطان أكبر نسبة وفيات سجلت خلال الشهرين الماضيين في طرابلس حيث بلغت 26 قتيلا لو نأتي إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك سواء كانت في طرابلس أو في سبهة أو في أي مدينة ليبية أخرى سيد سلطان سألتك أنه أكبر نعم نعم أكبر نسبة وفيات سجلت خلال الشهرين الماضيين في طرابلس حيث بلغت 26 قتيلا ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك برأيك؟ الأسباب التي أدت في رأيك إلى عدم التهور وعدم إتباع قواعد السير وعدم إسلاحية البنية التحتية طيب أنت أشرت هنا إلى البنية التحتية إلى أي مدى تساهم هذه البنية التحتية في زيادة وارتفاع معدلات الحوادث السنوية؟ عندك في سابة ارتفاع الحوادث الكثيرة جدا حتى حصلت من الشهرين خلال السنوات الماضية يعني عدد مرتفع كثير يعني مترضى 2015 أغلب من 2014 يعني مترضى يجريب أن الشهرين يعني يجريب يزيد عدد ربع الأول من سنة 2015 يعني هذا كل من كثرة التهور وعدم إتباع قواعد السير وعدم وزيد إمكانيات بشغل الرجال المرور ورجال الأمن في الطرقات العامة والطرقات السريعة طيب سيد رحيل يعني لو نأتي إلى نقطة الرخص القيادة وكيفية اكتسابها سيد رحيل يعني هل طيب إذن سيد رحيل لم يعد معنا أعود إليك سيد سلطان مسألة الرخص هنا هل الإجراءات لإكتساب هذه الرخصة تساهم إذا ما كانت هذه الإجراءات سهلة تساهم في معدلات الحوادث السنوية سيد سلطان سيد سلطان إذا كنت في الاستماع سألتك عن إجراءات اكتساب رخصة القيادة ما إذا كانت سهلة وبالتالي ربما ستساهم في ارتفاع معدلات الحوادث السنوية طيب إذن أنقل السؤال يا سيد رحيل سيد رحيل هل هناك تساهل ربما في إجراءات يعني اكتساب رخصة القيادة يعني إذا ما كانت تساهم في ارتفاع معدلات الحوادث السنوية سيد رحيل والله بالنسبة لرخص القيادة في إجراءات اللي نستمرين بيها وبإجراءات المعتادة يعني يجرى المرسلات المطلوب ويجرى امتحان ترخيص القيادة يعني ما فيه شيء مشكلة بالنسبة للقيادة وفيه هناك أشخاص يرشبون ويعيدوا الامتحان أكتر من مرة الملاحظة اللي ما نضيف عليه أماكن حوالي السير عندنا إحنا فيه الأماكن حوالي السير في السابق كان نقوله نخاص سوداء تكتر فين الحوادث ندرونها تحلول لكن الآن أصبحت حوادث قتل داخل المدينة قبل كان على طريق الساحلية على طريق السريعة في أباكن معروفة ندرونها فيه إجراءات مرورية إشارة ضوية يعني ما يسمى بالمطاب عندنا إجراءة ولكن الآن أصبحت كل مكان والنتيجة السبب الرئيسي والسبب السبب الرئيسي اللي نبدأ عليه جميع مواطنين أو التهور والسرعة الجنينية هو السبب الرئيسي في حوادث سير يعني كان في السابق مثلا حوادث داخل المدينة ليه بسيط فلا يبقى السرعة بسيطة هكذا أصعد السرعة الجنية حتى داخل المدينة وحوادث قتل داخل المدينة يعني الشوارع اللي في داخل المدينة طيب إذن لماذا لا نرى سيد رحيل يعني مبادرات للتوعية التوعية الشباب وغيرهم من مخاطر القيادة المتهورة والله المتحدين بالنسبة لك كمدينية ثمن لدينا برنامج راديو مصرات هذه راديو محلي لدينا برنامج الشبوعي خاص بهذه البراء النصاح والتوعية والإرشادات وفي حتى اتصالات منها الهيئة العامة لو قاف بخصوص خطب الجمعة تتناول هذا الموضوع ولكن يظل يظل يعني شباب أكثر المتعورين وكثر الحوادث الحقيقة من الشباب الذين لا يقدرون المسؤولية ولا يستمرون لنصيح نقيم طبعا تنوين الأسبوع اليوم العربي المرور اليوم العالم المرور في المدينة ونقدم فيه ملصقات ونصايح وما تحررش فيه مخالفات في النصح فقط ولكن كل هذا يبقى طيب يعني هل ترى هل ترى أن هذه الجهود كافية سيد رحيل لإصال المعلومات ويعني ما يتعلق بأداب الطريق لكافة المواطنين هل ترى هل ترى كافية أنا أتمنى أن تتحلينا أظرف قلوات الفضائية قناة يبيه مثلا تتبنى هذا الموضوع ولكن مش متاح لنا مثلا برنامج على سبيل المثال يكون كل أسبوع مثلا المدري تمن يشتركوا فيه مثلا المشايخ يشتركوا فيه رجال المرور بالنصح والإرشاد مش متاحلين لكن وفق المتاحلين هو برنامج محلي لداء كل يوم اثنين لمدة ساعة خاص بالنصح والإرشادات المرور وندروا فيه حتى مداخلات يعني مع المواطنين عن مشاكل مرورية عن مقترحات وفي الموضوع مكان مثلا يروا أن يستحق إشارة مرورية أو يستحق أي حل مروري ويتفعلوا معنا لحقيقة الناس ولكن تظل زي ما قلت هو التقدير المسؤولية حسنا في المسؤولية من قبل الشباب وضعف الحق الحقيقة ضعف رجال مرور ما نقولش توهني كمان لله كانت الصابق ما يقوم به رجل مرور هناك حدث سيارات وتتخذ إجراءاتها ويدفع الرسوم المقررة وفي النهاب يخذ السيارة ويرجع نفس القصة لكن الحملات المرورية مهي ميش لني مكانة الصابق انتشار جهة طور مثلا مدن البلاد انشار الدوريات الراكبة على الطريق الساحل الطريق الساحل هذا خطر في بيبيا أحباح خطر جدا جدا بلاد 80 كم في الساعة وتمشي فوق سنعود إلى هذه التفاصيل ولكن سيد سلطان في ظل التوسع العمراني الملحوظ هل جرى تحديث لشبكة الطرق داخل المدن بالنسبة بالنسبة عندنا في مدينة سبهة لم تحدث أي سيانة للطرق العامة داخل وخارج محطط ونداخل بالنجلة البلد طيب يعني الطرق الآن تكتكون متهالكة في جميع مدن البلاد ما هي الإجراءات التي ممكن بإمكانكم القيام بها ولا تراها تساهم كثيرا في هذه الحوادث والله اللي تعم بها عدة مرات يعني قمنا بمخاصبة انجهات الاختصاف مثل عميز البلدية على الطرق وعلى الحفر لداخل البلاد وعلى إصلاح الإمارة حتى تساعد في الإشارات الزوية حتى تساعد في الطريق وفي إصلاح في السير داخل المدن نظر اللي قصر الحفر و يعني انتهاء صراحية الطرق الكثيرة الكثيرة منها يعني داخل المدينة منتهم وحياتها الحقيقة من الحفر ومن كله ورقوموا في بعض من المواطنين الحقيقة بارك الله فيهم يعني في جمحيات خيرية يعني كل يجب شوية قطرام كل يجب يعني بعض من الشرشور والحاجات المنتهي هذه ونرغم بها في الحفر وعلى غرار يعني مديرية مصراتا كما اشار سيد رحيل هل تقومون بحملات توعية للمواطنين بخصوص اذاب الطريق وارشادهم لمخاطر التهور في القيادة نعم سيد سلطان نعم سألتك على غرار مديرية مصراتا التي قامت بعدة حملات توعوية لأذاب الطريق كما شار سيد رحيل هل قمتم او تقومون بهذه الحملات التوعوية نعم قمنا بحدة محاولات و حقيرا قمنا بحدة محاولات و و و و و محاولات و محاولات و محاولات و سيحيات مرورية في الشوارع داخل مدر و عن طرق السحرية بلجيز فبهو طيب سيد سيد رحيل يعني يكاد ما يميز الطرق في ليبيا هو غياب الإشارات المرورية ما دور ذلك في زيادة وارتفاع معدلات الحوادث وما دوركم أنتم في يعني توفير هذه الإشارات المرورية يعني الترتيب وترتيب الطريق من جميع آلياتها العقيدة الإشارات المرورية هي دور كبير وحتى اللي موجودة من يلتزم بهذه الإشارات المرورية نحن في مدرية تم المصرات نحن يتعاون معها وأن نصنع في هذه اللوحات محلية ونتم تركيبها ولكن من يلتزم بهذه الإشارات هي هذه القصة اللي ترقنا الحقيقة الانتزام في القواعد وحدها بالمرور يعني نديره إشارات إشارات ضوية حيث ما نتضمش كل المواطنين بالنسبة الإشارات الضوية مراك ينقب على إشارات ضوية تجد الناس بانتظام بتقدير هيكي تقدير الوقت المحدد فيه ويخرج بشكل والله متيز للعجاب الحيث ولكن يظل هناك المتحورين الذين اشتغلون من شهر الحمراء يعني اللي ساب شهر الحمراء هذا الشروع في القاتل يقتل بصدد هؤلاء المتهورين سيد رحيل هل تقومون بتقييد مخالفات جزائية لهؤلاء المخالفين لهذه المخالفات طيب إذن أذهب الآن لسيد فتحي شريف العقيد بقسم مرور طرابلس سيدا شريف بداية كيف تقرأ يعني مديرية طرابلس هذه الإحصائيات سيدا شريف السلام عليكم وعليكم السلام سيدا شريف سألتك كيف تقرأ مديرية من طرابلس هذه الإحصائية مساء خير عليك خوي لكل سيدا المشاهدين المتابعين طبعا قسم المرور بمديرية أمن طرابلس زي ما نشوفه طبعا انتشار شط المرور في معظم وشوارع رئيسية لمدينة طرابلس بداية من وصف المدينة إلى حي لندلس ومسليم وسوق الجمعة وحسار جنوبي وتجورة بالنسبة المؤشر للحوادث هدايا كل يعرف أن أصباب الحوادث وكثرة الحوادث هدية هي تغور من بعض ساقين مركبات الألية بعدم التذامهم بأداب وقواعد المرور بكثنية معظم الحوادث التي تستجل الحقيقة وكلها كان قياد تسيارة بسرعة ومخالصة لخروص وعدة مخالصات لقانون المرور ابتعاد سايق السيارة وعدم مسؤولية وشعور سايق السيارة تجاه الحوادث هدية يجب على كل سايق السيارة وكل أحيان تكون مفروض تكون في ثقافة هنا نعرف أن هنا نسبة الحوادث هدية لتجعل في نازل ابتعاد التذام بقانون المرور بالنسبة لحوادث التي تحصل كلها يعني السبب الرئيسي فيها مخالصة مرورية يعني هذه قلة التذام من سايق المركبة العالية صحيح هي في ظروف عملية إنارة في الطرقات أو رذاعة في الطرقات العامة صحيح ولكن الدور المرات بسايق السيارة يجب أن يلتزم بالنسبة لشط المرور أو قسم المرور بمدير أمن ترابلس يشتغل أنا معاكم تابع بالنسبة لحملات التوعية للمواطنين طبعا أنت تعرف المواطنين من النسبة نحن نتواصل على الجهات العامة ولكن عد حملة من مكتب العلاقات بمدير طيب هذا فيما يتعلق بحملات التوعية ولكن سيد شريف هل هناك حلول أو ما هي الحلول التي بالإمكان أن القيام بها للحد من هذه الحوادث المرورية شوف خوي بالنسبة المدير من ترابلس مدى الماضية دعمت قسم المرور ترابلس بعدد 3000 عضو شرطة بقسم المرور منقص منها 6 وحدات مرور دفعا بتسير أكبر عدد من الدوريات هذه الطرقات العامة داخل الترابلس بالنسبة للحوادث هذه أخي يعني سبب الرئيسي فهي قلت الوعي من المواطن قلت الوعي أنت عارف أنك لما تخالف قلول المرور بتسبب في حاجة مرور بتسبب في ازدحام هذه يجب تعاون خوطنا المواطنين أنهم يلتزم بقلول المرور وبالنسبة لتفتير المخالفات توجد حصيات في طرابلس ضبطيات لمخالفات مرور هناك قضايا محالة على النيابة مخالفات فورية يعني تحرر المخالفات هل هذه المخالفات تعتبر رادعة برأيك بالتأكيد 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 ضروري من أنه يتفاعل قلول المرور وتصبح فيه ضبطيات ومخالفات واللي يخطأ يلال الجزان تاعه وهذا ضروري إذا كذا شرطي المرور مش حيكون متواجد في الشارع أو أنه متواجد في الشارع مش قاعد بيدور أنه بيضبط المخالفات المرورية يعني عشان ندير شرطي المرور ووقف في الشارع وقدامينا استخدر كل شرطي الحمر أو أنه واحد ماشي وماشي مش معاه الوطايق متعصياته يجب علييني كشرطي المرور أنه هنا يصال مخالف ونضبط شي هدايا الحد من هالحوالث والحد من هالاختراقات والازدحام ولكن يعني ضروري يصل عندنا واعي مروري حتى وقوصنا في الطرقات العامة نحن كنا نضايق من الازدحام نضايق ومن الاتجاه المعاكس يعني كلها مخالفات فردية تجاوزات من البعض ولكن الحقيقة من الموش الناس هي ملتزمة بقانون المرور يعني نحن نقوله بصريح العبارة يعني يتحش منه حد مروري وقف ولا كلمة حتى وقوصنا في السيارة تصبح على الأرض إذن دعني سيد الشيفاء انتقل لسيد السلطان سيد سلطان ما هي الحلول الجذرية التي من شأنها أن تقلل هذه النسبة سيد سلطان نعم سألتك عن الحلول الجذرية التي من شأنها أن تقلل من هذه النسبة للحوادث المرورية النسبة التي تحصل من الحوادث المرورية حول الوحي المواطن حول الوحي المواطن وإتباع تعليمات شرط المرور واحترامه على القوانين واحترام إتباع قواحد السور للطلقات العامة والتقليل من السرعة والتقليل من السرعة والانتباه على كلها يقلل من حوازف يعني وخاصة بالذكرة الليلية شكرا جزيلا لك وبهذا مشاهدين نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد نشكر راديو فنا كان معنا عبر الهاتف من طرابيوس العقيد بقسم مرور طرابيوس فتحية شريف عبر الهاتف من مصرطة مدير أمن مصرطة مصطفى رحيل وعبر الهاتف من سبه رئيس قسم التحقيقات بمرور سبه محمود سلطان الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة في يمالي اشتركوا في القناة